اهلا بكم مع اخبار الرياضة حقق فريق ذاتراس الفوز على الرمثة وبهدفين مقابل هدف واحد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الامير فيصل في الكرك في اولى مباريات اياب دوري المحترفين لكرة القدم الشوط الاول انتهى بالتعادل السلبي وفي الحصة الثانية افتتح شريف النوايش التسجيل لذاتراس في الدقيقة الخامسة والسبعين قبل ان يعزز زميله في الفريق جهاد الشعار التقدم بالهدف الثاني في الدقائق الاخيرة من المباراة التي شهدت ايضا تسجيل الرمثة هدفها الوحيد عن طريق محمود البصول لتنتهي المباراة بفوز ذاتراس بهدفين مقابل هدف واحد ونبقى في دور المحترفين حيث تقام يوم غد الجمعة مبارتان ضمن منافسات الاسبوع الثاني عشر والتقي فريق البقعة والحسين على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب في الثالثة بينما يلعب فريق شباب الاردن والمنشية مساء على استاد الملك عبدالله وتختتم مباريات الاسبوع يوم السبت بلقاء الفيصلي مع اتحاد الرمثة والصريح مع الوحدات قرر مجلس إدارة الاتحاد الأردني للتايكوندو الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة العربية للتايكوندو المقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين من أذار المقبل وتقرر عدم المشاركة في البطولة لعدم وجود منتخب جاهز لهذا الاستحقاق هذا وتم تعميم بطولة تونس المفتوحة على المراكز الراغبة بالمشاركة وعلى نفقتها الخاصة من جهة أخرى تم تعميم بطولة هولندا الدولية المفتوحة خلال الفترة من الثالث عشر وحتى الخامس عشر من أذار المقبل على المراكز الراغبة بالمشاركة وعلى نفقتها الخاصة أيضا وإلى كأس آسيا حيث يلتقي يوم غد الجمعة المنتخب الإماراتي بنظيره العراقي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة أمم آسيا ويتطلع المنتخبان لتحقيق نهاية إيجابية لتعويض الإخفاق في التأهل إلى النهائي وانتزاع الميدالية البرونزية وخسر منتخب الإمارات في نصف النهائي أمام أستراليا بهدفين نظيفين وخسر العراق بالنتيجة نفسها أمام كوريا الجنوبية هذا وتختتم منافسات بطولة كأس آسيا بعد غد السبت بلقاء يجمع أستراليا وكوريا الجنوبية في المباراة الختامية أعلن نجم منتخب البرتغال السابق لويس فيغو ترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم لمنافسة الرئيس الحالي السويسري جوزيف بلاتر وصرح فيغو لي وسائل الإعلام بأنه حريص على كرة القدم وبأن صورة الفيفا الحالية لا تعجبه موضحا رغبته بتغيير وتحسين هذه الصورة وأصبح النجم البرتغالي سادسة مرشح لرئاسة الفيفا إلى جانب بلاتر ونائب رئيس الفيفا سمو الأمير علي بن الحسين والفرنسيان جيروم شامبين والدولي السابق دافيد جينولا وأخيرا رئيس الاتحاد الهولندي فان براك الذين كانوا قد أعلنوا تقديم ترشيحاتهم فاز فريق هيوستن راكتس على دلس مافريكس بنتيجة 99 نقطة مقابل 94 في اللقاء الذي جمعهما في إطار منافسات الدوري الأمريكي لكرة السلة وتقدم دلس في الربع الأول بـ 25 نقطة لـ 24 وفي الربع الثاني أعاد تايسون شاندلر هيوستن راكتس للتفوق بـ 59 نقطة مقابل 57 ليستمر في تقدمه وينهي الربع الثالث بـ 76 نقطة لـ 70 وفي الربع الأخير تمكن هيوستن راكتس من الفوز على دلس مافريكس بـ 99 نقطة مقابل 94 ضربت الروسية ماريا شاربوفا موعدا مع الأمريكية سيرينا وليامز في المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس وتأهلت شاربوفا إلى النهائي بفوزها على مواطنتها إيكاترينا مكروفا بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-63-62 خلال أكثر من ساعة ونصف في لقاء نصف النهائي يذكر أن ماريا شاربوفا فازت بكأس بطولة أستراليا مرة واحدة فقط عام 2008 بينما أحرزت سيرينا اللقب خمس مرات استضاف فريق نيوجرسي ديفلز فريق تورينتو ميبل ليفز ضمن مباريات الدوري الأمريكي لهوكي الجليد وأتمكن نيوجرسي ديفلز من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد جيمس بان رمسكف تتحت تجيل لتورينتو في الدقيقة الحادية 10 من الشوط الثالث ليحقق باتريك الياس هدف التعادل لنيوجرسي ديفلز في أواخر الشوط نفسه ونجح الفريق بالفوز بعد ذلك بضربات الجزاء لأهداف كل من جيكوب جوزفون وباتريك الياس يشعر إلى أن هذا الفوز هو الخامس لنيوجرسي في آخر 8 مباريات لعبها اشتركوا في القناة